هذا تقرير رسمي عشيرة آل بو ناصر فخد البياجات عشيرة صدام حسين عشيرة آل بو ناصر فخد آل بو خطاب قسم من عشيرة آل بو ناصر فخد آل بو خطاب أقارب عبد حمود بقيادة فارس ابن أخ عبد حمود قسم كبير من عشيرة آل بو عجيل قسم من عشيرة الجبور في فكريت أفراد متفرقة من عشائر أخرى تسكن تكريت والعوجة اسمع هاي الاهم الجنود الضحايا تم خدعهم من قبل هذه العشائر بانهم سيقومون بحمايتهم واعادتهم الى اهليهم لذلك الجنود وثقوا بهم ولم يبدوا اي مقاومة ضدهم حتى تمكنوا منهم ونقلهم الى القصور الرئاسية تحديدا يوم 11 ستة من 2014 وزيدك من الشعر بيهت الساعة الثانية ظهرا يا دكتور محمد في 14 ونقل اشتركوا في القناة